الدرس السابع السنة النبوية الشريفة نشاط نبين خمسة من القيم الإسلامية التي حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر الأحاديث النبوية الشريفة التي أمرت بها السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم وقد بذل علماء المسلمين جهودا جبارة في جمعها ودراستها وفي هذا الدرس نتعرف إلى مفهوم السنة وأنواعها مع أمثلة عليها مفهوم السنة النبوية السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أنواع السنة من خلال التعريف السابق نستندج أن السنة النبوية تتنقسم من حيث صدورها عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا سنة قولية وهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي تكلم بها ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى ثانيا سنة فعلية وهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومثال ذلك أفعاله في الوضوء وآداء الصلوات ومناسك الحج ولقد أمرنا الله سبحانه بالاقتضاء والتأسيب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم ومعنى ذلك أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على قول أو فعل صدر من أحد الصحابة فلا ينهى عنه ولا ينكره بل يسكت عنه أو يؤيده ويستحسنه ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم رابعا صفاته صلى الله عليه وسلم فقد اتصف بالأخلاق الحميدة والصفات العظيمة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن عن ناس وكان أجود الناس وكان أجع الناس نشاط أستنتج واجبي نحو السنة النبوية من الآية الكريمة الآتية قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصى الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينة صدق الله العظيم التقويم السؤال الأول أعرف ما يأتي واحد السنة النبوية القولية الأقوال التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم اثنان السنة النبوية الفعلية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة السنة النبوية التقريرية ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال صدرت عن الصحابة السؤال الثاني أمثل لما يأتي بمثال واحد واحد سنة قولية قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد اثنان سنة فعلية روى أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمضة ثلاثة سنة تقريرية خرج الرجلان في صفر فحضرت الصلاة وليس معهم ماء فقال الذي لم يعد السنة وأجزاتك الصلاة وقال للذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين السؤال الثالث وصلنا في الأحاديث الآتي إلى سنة قولية أو فعلية أو تقريرية أو صفة واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين سنة قولية اثنان قال سلمان لأبي الدردان رضي الله عنه إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فعت كل ذي حقا حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان سنة تقريرية ثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله سنة قولية أربعة قالت عائشة رضي الله عنها لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرة والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظروا إلى لعبهم سنة فالية خمسة خرج رجلان في صفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمماء صعيدا طيبا فصليا ثم وجداء الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزاتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين سنة فالية ستة عن زيد بن عاصم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما سنة فالية سبعة ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان سنة فالية سنة فالية contam personnel وغسل ۇ منจا انتظرم وظل اني نسنا يname م program сторي اشتركوا في القناة